اشتركوا في القناة إن المملكة العربية السعودية تمثل عمقا استراتيجيا وعمادا رئيسيا للأمن والاستقرار في المنطقة وإننا في مملكة البحرين لن ننسى وقفاتها في شتى الظروف ونسأل الله عز وجل يديم عليهم وعلى شعبها الشقيق الرفعة والزهارة وشهد سموه بالدور المحورية الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود في علاء شان الأمتين العربية والإسلامية وشدد سموه على أن ما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات محبة ومودة يرسم نموذجا متفردا لعلاقات تاريخية أسسها الأجداد والأباء وستظل هذه العلاقات قائمة بمشيئة الله على نهج الأخوة والترابط والتعاون الذي يقوي من أركانها ويطويرها في كل المجالات وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضيبية اليوم الدكتور عبد الله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة وخلال اللقاء أشهد سموه بما بدله الدكتور عبد الله الشيخ من جهود لدعم وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للنهوض بمستوى التعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات متمنيا سموه للسفير السعودية التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام مستقبلا فيما عرب سفير المملكة العربية السعودية عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما لقيه طوال فترة عمله من دعم كبير واهتمام من لدن سموه في كل ما يسهم في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين تأكيدا على ما يجمعهما من روح المحبة والأخوة الصادقة ونوه سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدم ونقلة نوعية حافلة بالمنجزات الحضارية في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والتي انتقلت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى آفاق أكثر تقدما من جانبه عبر السفير الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سموه وأساماته في دعم وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين قائلا إنه يغادر مملكة البحرين وهو يترك جزءا من قلبه مشيدا بما حظي به من دعم خلال فترة عمله بالمملكة التي عكست عمق أواصر المحبة ووشائج القربة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا للبحرين السمرار النهضة والتقدم اشتركوا في القناة